تحملت الزهراء عليها السلام مسؤوليات عديدة في آن واحد كما بيّنت وكما تعلمون أيها الأحبة أن الزهراء عليها السلام تحملت مسؤولية الرسالة مع أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي ظروف عصيبة تحملت أيضاً حالة الزوجية في ظروف عصيبة كحال كثير من المسلمين الذين عانوا الشدة الاقتصادية والحصار الذي فرض عليهم من حين لآخر بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة ولكن لا شك أن أهل البيت عليهم السلام وبتوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعيشون الحالة الأدنى من حيث الحالة المعيشية كونهم القدوة بالنسبة إلى سائر المسلمين وبالتالي كانت معاناة الزهراء عليها السلام في تلك الظروف الصعبة ومع كل الحروب والغزوات والمسؤوليات التي تحملها أمير المؤمنين عليه السلام زوجها المجاهد في حجم جهاد علي عليه السلام فلا شك أن المسؤولية كانت على الزهراء أعظم وأعظم ومع هذا تحملتها وتحملت مسؤولية رعاية الأبناء لم تثنها تلك الصعوبات وتلك التحديات عن مسؤولية تربية أبنائها فأعطتهم فيضا من روحها ومن طهرها ومن عصمتها ومن نقائها ومن إيمانها ومن تقواها حتى خاطبهم الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذا كان التاريخ قد ظلمنا بعدم نقل صور تفصيلية من جهاد مولاتنا الزهراء عليه السلام ومن تحملها لمسؤولياتها المختلفة ومن طبيعة شخصية الزهراء في تفاصيل تلك الشخصية وإن كانت الملامح العامة بالنسبة إلينا واضحة إلا أن التفاصيل غابت عنا كثيرا فلا نجد إلا روايات قليلة تتحدث عن بعض لحظات من حياة الزهراء تلك اللحظات المشرقة التي أنارت وأضاءت كتب التاريخ الإسلامي أقول على الرغم من ذلك إلا أننا عادة ما نقرأ الأبوين نقرأ الأب ونقرأ الأم وخاصة الأم من خلال الأبناء فعندما نطلع على الأبناء نطلع على جانب من شخصية الأم وعلى جانب من شخصية الأب فإذا أردنا أن نعرف الزهراء عليه السلام أكثر وأكثر تفصيلا فلنقرأ الحسن ولنقرأ الحسين ولنقرأ زينب عليه السلام جميعا في تاريخهم في عطائهم في تقواهم في شخصيتهم كل ذلك الإيمان الراصخ كل ذلك الجهاد الذي أعطاه الحسين عليه السلام في يوم كربلاء كل تلك التضحية التي كان يعتبرها هينا لله ما دامت لله سبحانه وتعالى حتى قال هون ما نزل بي أنه بعين الله إنما يعكس إيمان الزهراء وروح الزهراء وتقوى الزهراء وجهاد الزهراء كل تلك الصلابة وكل تلك القوة وكل تلك العزيمة التي وجدناها في زينب في أرض كربلاء وفي الكوفة وفي الشام وأمام الطواغيت كل تلك القوة هي من قوة فاطمة عليه السلام عندما تقول زينب في أرض المعركة وبعد كل تلك الجرائم التي ارتكبت في حق آل البيت وأصحابهم تقول اللهم تقبل منا هذا القربان وعندما تقف أمام الطاغية وتقول والله ما رأيت إلا جميلاً إنما هي تنطق بلسان الزهراء عليه السلام وبمنطق الزهراء وبروح الزهراء وبقوة الزهراء وبجهاد الزهراء وقد قال مولانا زين العابدين عليه السلام وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسؤولٌ عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه فمثابٌ على ذلك ومعاقب فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخ له منه وعليه أقول إن مسؤولية تربية الأبناء ليست بالمسؤولية القابلة للمساومة مهما كانت الظروف صعبة مهما تحملنا من مسؤوليات مهما ضغطت علينا هذه المسؤوليات تبقى مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية غير قابلة للمساومة لأننا نتحدث عن خلق وتشكيل إنسانٍ جديد نقدمه إلى المجتمع وهذا الإنسان سيكون له تأثيره ومؤثراته أقول بأنه مهما كانت الظروف صعبة سواء على المستوى المالي فيما قد تمر به بعض الأسر من ضغوطٍ مالية اقتصادية عصيبة ولحظات حرجة تبقى مسؤولية الأبناء غير قابلة للمساومة في هذه الظروف وإذا كانت هناك ظروف صعبة تخص العلاقة بين الزوجين في صراعٍ أو خصومةٍ أو نزاعٍ مستمر أو لا سمح الله في صورة انفصال أو لا سمح الله حتى لو وصل الأمر إلى حد الطلاق أقول حتى في مثل هذه الظروف الاجتماعية الصعبة مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية غير قابلة للمساومة لا شك من المؤكد أن الأبناء سيتأثرون مهما حاولنا أن نخفف ونقلل من صدى ورجع الظروف الصعبة التي نعيشها كزوجين تبقى آثار تلك الظروف تنعكس على الأبناء ولكن مسؤولية الأبوين مسؤولية الزوج والزوجة أن ينتبه أن يخفف ما أمكن تلك الآثار السلبية على الأبناء المشكلة أن بعض الزوجين بعض الأزواج ليس فقط لا يخفف من أثر تلك الظروف بل يقذف بأبنائه في أتون تلك المشكلة هو يسعى لزجهم في أتون تلك المشكلة من أجل أن ينتقم من الطرف الآخر أو من أجل أن يضغط على الطرف الآخر كي يحصل على منفعة هنا أو منفعة هناك فهنا المصيبة أعظم على الطرفين على الزوج على الزوجة أن يدرك بأن مسؤوليتهما لا تنتهي عند وقوع الطلاق لا سمح الله لا تنتهي بالنسبة إلى الأبناء بالنسبة إلى الطرف غير الحاضن هذه المسألة التي ذكرتها من قبل وأعيد وأكرر وأذكر مجدداً بخطورتها مسألة تربية الأبناء في حال وقوع الطلاق ومسألة تقسيم الأبناء بين الزوجين مسألة الحضانة مسألة غير قابلة للمساومة في أن تدخل في لغة الأرقام أن نتعامل معها بلغة الأرقام نحن نتعامل مع إنسان مع بشر مع الطفل حساس مدرك عاقل متأثر أشد التأثر عاطفي إنسان حساس يشعر بما يجري حوله فإذا تعاملنا بلغة الأرقام إذا قلنا بأن الحضانة سبع سنوات أو سنتين للأم ثم بعد ذلك للأب ماذا يعني هذا إنما تأتي المسألة بالحد الأدنى إنما تأتي المسألة بالحد الأدنى في حال الخصومة وإلا فالأساس هو التفاهم في مسألة الحضانة وليس الأساس هو أن نقسم الأبناء وكأننا نقسم إرثاً أو شيئاً من هذا القبيل فيما بيننا مسألة الحضانة يجب أن ندرسها دراسة متأنية الزوجان إذا لم يتفقا في مسألة المال إذا لم يتفقا في مسألة السكن إذا لم يتفقا في قضية المهر والهدايا وغيرها عند الطلاق فعليهما حتماً ولزماً وفي المقام الأول أن يتفقا وأن يتنازلا في مسألة حضانة الأبناء وتربية الأبناء لا بمعنى أن نحرم هذا الطرف من أبنائه أو ذاك الطرف أو أن نتجاوز المسألة الشرعية وإنما ما أقصده هو أن المسألة الشرعية تأتي لتقول هذا هو الحد الأدنى الأولوية في أول سبع سنوات للأم الحضانة لها لكن هل يحرم الأب من أبنائه إلا في نهاية الأسبوع ولمدة سويعات هل الشرع يريد منه هكذا هذا الأب الذي ينتظر ابنه كي يأتي إلى هذه الدنيا فيكون الامتداد بالنسبة إليه هل يُعقل أن الشرع يريد أن يحرمه من هذا الأبن كي يُعطيه من أبوته ما يُعطيه من القوة والصلابة والرؤية الواضحة في الحياة هل الأبن فقط يحتاج إلى العاطفة عاطفة الأمومة أم يحتاج إلى الأب أيضا والصورة معكوسة أيضا هل يُعقل بعد سبع سنوات من التربية والحنان والعاطفة والمعيشة اللاصقة التي يعيشها الأبن أو الأبنة مع الأم هل يُعقل بعد كل تلك السنوات أن يأتي الشرع ويقول انتزعوا هذا الطفل من أحضان أمه ولا يراها إلا في نهاية الأسبوع لسويعات لأن انتهت المدة لغة الأرقام واحد زائد واحد ساوية اثنين لا المسألة ليس بهذا الشكل مسألة ليس بهذا الشكل طوال المدة على الأبوين أن يتبادل رعاية وحضانة الأبناء طوال المدة إذا بينهما خصومة فالخصومة لا تصل إلى الأبناء ولا يدخل في أتون جحيم الخصومة والانفصال أو الطلاق لا سمح الله وبالتالي أقول أن شريعتنا لا تريد مننا أن نخلق أناساً عبارة عن أكوام من العقد ومن الأحقاد ومن الضغاء كما يحدث طوال السنوات الأولى من حضانة الأم لأبنائها تزرع فيهم كراهية الأب وتزرع فيهم الحقد على الأب ثم في السنوات التالية يبدأ الأب بمحاولة لغسيل عقل أدمغة أبنائه وزرع الكراهية والحقد في قلب أبنائه للأم هل يعطل أن الإسلام يريد أن نربي أبنائنا ويقدم لنا المسألة الشرعية لكي نتعامل معها بهذه الصورة لا شك أن الإسلام يسعى ويحرص أن تكون المصلحة درء المفسدة وجلب المصلحة هي هدف الشريعة في تشريعاتها وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك أيضا الأبوان أبواء الزوجة وأبواء الزوج والعائلة المرتبطة بهما عليهما أن يتقي الله في التعامل مع هذه المسألة وقد بيّن الله تعالى قبل هذه الآية بآيتين في سورة البقرة بيّن خطورة التلاعب بأحكام الشريعة في مثل هذه القضايا الاجتماعية والتربوية عندما يستغل كل طرف صلاحياته وامتيازاته الشرعية فقد قال سبحانه ومن يفعل ذلك يعني من يتلاعب بالأحكام من يستغل الصلاحية التي عنده من أجل أن يضر الآخرين ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من التشريعات ومن الحكمة تحتاجون إلى الحكمة في التعامل يعيذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم واوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ترجمة نانسي قنقر